تحل الحياة ويا رؤى قلبي الصاد ويشريق الكون من قاف ومن صاد يا فتيات الرتل القرآن خاشعة قلوبهم في هناءة وإسعاد سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة وتاجع الزل أجيال وأحفاد سيروا فإن الدنا تشتاقوا من ولاهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أحباب الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا في هذا المجلس وفي هذا الحديث أن يجمعنا جميعا في جنة الفردوس وأن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسن عباد الله الله عز وجل خلق البشر وأرسل إليهم الرسل وأمر البشر من خلال هؤلاء الرسل بأوامر فمن أطاعهم دخل الجنة ونال رضا الرحمن ومن عصاهم فليس له إلا النار والسخط من الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يجعلني وإياكم منه الجنة وأن يعيدنا جميعا من النار لما أرسل الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ألزمنا بطاعات وقربات ومن أعظم هذه الطاعات والقربات هي مسألة الصلاة هذه العبادة الوحيدة التي افترضت علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات أقصد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كل العبادات كان يأتيه جبريل إلى الأرض فيقول له يا محمد أخبر أمتك بأن الله افترض عليهم الصيام أو الحج أو الجهاد أو الزكاة أو غيرها من العبادات إلا الصلاة فإن الله عز وجل أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات الأولى الثانية إلى أن وصل إلى الجنة السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى مكان لم يصل إليه قبله أحد ثم أن الله عز وجل افترض عليه هذه الصلاة وتعرفون ممكن القصة كانت خمسين صلاة ثم ما زال الله عز وجل يخففها حتى وصلها خمس صلاوات هذه الصلاوات التي نؤديها نحن في اليوم الليلة الله عز وجل جعل لها أماكن تؤدى فيها أعني الفروض الخمسة تؤدى فيها وهي المساجد فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة بعد الهجرة أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد اليوم نشوفه في المدينة المسجد النبوي ترى بداية كان مبنى صغير دار صغيرة ثم ما زال يتوسع يتوسع إلى أن أصبح ما ترونه الآن من مبنى ضخم جدا ومنشأة عظيمة وضخمة وهذا المسجد وغيره من المساجد تسمى بيوت الله عز وجل إذا قيل لك بيت الله يخطر في بالك على طول المسجد أين كنت في بيت من بيوت الله يعني في مسجد من المساجد ما الذي خلف الدار بيت من بيوت الله يعني مسجد وهكذا والله عز وجل ذكر مساجد في القرآن كثير قال رب عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال رب عز وجل في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت هنا يراد بها المساجد في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له هنا يسبح يعني يصلى يصلي لله سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بينا عن ذكر الله هذه المساجد يا أحباب الكرام الأصل أن الناس تخرج إليها وتؤدي فيها الصلوات الخمس وغيرها من صلوات تصلى في أوقات معينة مثلا ممكن صلاة العيد ممكن صلاة الكسوف أو الخسوف ممكن صلاة التراويح تصلى في المساجد وغيرها من صلوات تصلى ليست واجبة في المساجد لكن الصلوات الخمس واجب على الرجال أن يؤديها في المساجد والله عز وجل أخبرنا بفضل المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كذلك بفضل هذه المساجد و من يتردد عليها شوف سبحان الله لاحظوا الكرم الرباني من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة هو خلقنا و ألزمنا و فرض علينا عبادات و رتب على هذه العبادات أجور و جعل لهذه العبادات أماكن تؤدى فيها خلق الإنسان و فرض عليه الصلاة و جعل أماكن تؤدى فيها هذه الصلاوات و رتب على من يصلي هذه الصلاوات الأجر العظيم أي كرم أي كرم أعظم من هذا الكرم الرباني من الله سبحانه وتعالى يخلقنا و يفرض علينا عبادات و يلزمنا في أماكن معينة أن نؤديها و يرتب على هذا الأداء الأجر العظيم منح ربانية لا حصر لها قال عليه الصلاة و السلام أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا جاري يغتسل منه كل يوم أو يغتسل فيه كل يوم ثلاثة مرات أيبقى من درنه شيء أو ساخه يعني قالوا لا قال فذلك مثل الصلاوات الخمس يمح الله بهن الخطأ لو أن إنسان كل يوم يغتسل أو يستحم خمس مرات ماذا نقول عنه لا نقول أنه نظيف بل نقول هذا مبالغ في مسألة النظافة كذلك الصلاوات الخمس لما تصليه ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال الصلاوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر و قال عليه الصلاة و السلام قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حجة حاج تام تام حجته و قال عليه الصلاة و السلام بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة و بيّن لنا الله سبحانه و تعالى أن أثقل الصلاوات على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر لأنها ظلمة و الناس ما تكتشفهم فكانوا يتخلفون عن هذه الصلاوات اليوم الحمد لله نحن نعيش في زمن انتلأت المناطق أو المدن أو الدول الإسلامية بالمساجد يعني لا يخطر في بالك يا عبد الله أن المساجد كثيرة فقط في الكويت أو في السعودية أو الدول التي تحيط بهما لا أنا ذهبت إلى آسيا و كل مكان أذهب له في آسيا مساجد أنا أتكلم عن الدول الإسلامية و ذهبت إلى أفريقيا يعني في شارع مشيت فيه في إحدى المدن في جمهورية توغو هذا الشارع سميت أنا و يا صاحبي شارع المساجد من كثر المساجد الموجودة على امتداد هذا الشارع اليوم الحمد لله نعيش يعني في كل الدول العربية و الإسلامية مساجد ممتلئة و هذا الفضل لله سبحانه و تعالى فضل عظيم منه سبحانه و تعالى فقط أن الإنسان يعني يخرج و يصلي فتكتب له هذه الخطوات و الأجر العظيم من الله تبارك و تعالى كما قال ربي عز و جل في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الآصار رجال ما هي صباتهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله و إقام الصلاة فالمساجد ما يتعلق قلب إنسان فيها إلا نال الخير العظيم من الله تبارك و تعالى فالسبع الذين ذكرهم الله ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضلهم الله يوم القيامة قال و رجل قلبه معلق بالمساجد يقصد أن الإنسان يعني يحب و يتردد على المساجد ذلك جاء في بعض الأحاديث إذا رأيت الرجل قلبه معلق بالمساجد فاشهدوا له خيرا و إن كان فيه مقال لكن الواقع يصدق ذلك أن الإنسان لا يتعلق قلبه بالمسجد إلا هذا الإنسان فيه خير و أنه يحب الله و أنه يحب الصلاة و أنه ترك الدنيا و تعلق قلبه بما يقربه إلى الله جعلنا الله و إياكم من أهل الصلاة و جعلنا الله و إياكم من أهل المساجد و هذا ما لدينا و صلى الله وسلم و باركا نبينا محمد و الحمد لله ربنا حمد للحياة و يا رؤى قلبي الصاد و يشريق الكون من قاف و من صاد يا فتيات الرتل القرآن خاشعة قلوبهم فيها ناءة و إسعاد سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة و تاجع الزل أجيال و أحفاد سيروا فإن الدنا تشتاق من و لاهي شكراً لكم